على فكرة أنا مش خايف من الناس اللي من خارج المسيحية أو خارج الكنيسة أن أتهاجم الكتاب المقدس ولا العقيدة لكن في حاجة أخطر اللي هما الزئاب اللي في ثياب الحملان اللي بييجي يشككني في كلام الله فالمفروض أحذر تماما من أي شخص ييجي يشككني في كلام الله فأنا هنا عندي مقارنة هلا أسمع نظرية فلان ونظرية علان ولا أسمع كلام الله ودي كانت الكارثة اللي وجعت فيها حوة أنها سمعت الشيطان وعلى فكرة الشيطان مش بييجي عشان يقول أن أنا هتعبك وهأخذك معي يا جهنم الشيطان جاي يريحني يا عم أنت بتعاني من سلطان الله ويعمل ومتعملش وكل ومتاكلش أنا هريحك والنهاردة فيه تركيز جسيس نظار نفس الطريقة حيلة الشيطان ما زالت نفس الطريقة النظرية النهاردة إزاي أنا أبني ذاتي أبني نفسي أبني حياتي إزاي أعالج نفسي مش عارف من إيه ومن إيه ومن إيه إزاي أعتز بنفسي وده فكر كارثي ضد كلمة الله اللي علمتنا أن الصرور والمحبة والفرح في خدمة الآخر فهنا التركيز حتى على الأنانية وعلى أن الزات هي تكون المحور ومحور الاهتمام المسيح أعتقد أنه كنوع من انتهار التلاميذ في متى عشرين لما ابتدوا يضغازوا من يحنى ويعقوب بن زامبادي لما جات أم يحنى وأم يعقوب قل أن يجلس ابناء هذا الواحد عن اليمين والآخر عن اليسار في ملكوتك فالعشر لما سمعوا ويغتازوا فالمسيح قال لهم رؤساء الأمم يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكن فيكم هكذا من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خديما إذن لو أنا بديت أعلم على أن تكون الذات الذات الإنسانية والذات البشرية هي محور كل شيء أنا بناق التعليم المسيح وتعليم الكتاب المقدس عشان كده نقدر من كل ده نعرف أن الخطيئة هو أن أنا أعمل شيء ضد فكرة الله وضد إرادة الله